هذا موضوع حلقتنا يا جماعة الخير وأنا تعمدت أن أجيب التشارت هذا لما أنا دخلت المحل والله ما كان من بالي أن أشتري التشارت كنا نأخذ غرضه للبيت اللي هي موضوع الأشيار نواقس مناديل سلات مدريش شغلات هذه فجأة أشوف مكتوب يعني قسم كامل كبير كبير يعني بخمسة وسبعين أطالع تشارتات خمسة وخمسة وسبعين مو تشارتات ملابس تمام في حق أطفال في حق نساء وفي حق أولاد كبار بحر ذا ما شاء الله بس بس أنت قررت من الإجابة لا أحد شيء أنا أنا أقول ما شاء الله أنا أقول لك بس والأسعار كم؟ الله أكبر الشاهد يا جماعة الخير انكشفنا فأنا خدت الخامة وسنفت في السناب النقود يا جماعة الخير يعني بلاش أن الواحد يتكلف من هذه الناحية والماركات والجودة وهذا كلنا متفقين الآن إحنا نتكلم على إيش؟ على حاجة واحدة في ناس راح يعارضوني الآن منكم ومن الجمهور راح يعارضني يقول يا أخي يمكن الأشياء في هذه الخامة ها أنه ممكن تجيب حساسية للجلد ممكن يعني مدون بوينة غاسلتين ثلاثة بالكثير وحة وحشني ممكن تستبدأ تصير مساحة بعدين تمسح فيها مرايا دي مشكلتك لكن من عشاق التغيير أنا أتكلم اللي بيحب يغير الصدق والله اللي يغير يا جماعة الخير أنا ما أفضل أن أشتري ماركاته وبسعر غالي لأنه سنطلب بعد شهر شهرين يقول لك والله شافوني فيها وربي عندي تيشرتات لها سبع سنوات وأطلع فيها هواء وأطلع في كل مكان لكن دامها نظيفة و جودتها حلوة وأنيقه ما فيها أي مشكلة ليش أني أكلف نفسي ما لأطيق أنا صراحة أنا صراحة ضد الأسعار العالية و ضد الماركات